بسم الله الرحمن الرحيم معنا ياولاد بإذن الله الحلقة رقم 34 في الرياضيات الصف الخامس والدرس الحداشر في الوحدة التسعة اسم الدرس مسائل كلامية على اسم الأعداد الصحيحة على نشوف المسائل الكلامية اللي تخص الاسم بنحلها ازاي من سلاح التلميذ المسألة الأولى بيقول أراد أحمد تقسيم عشر دنيا امسك حرامي بدام شفنا كلمة تقسيم يبقى مسألة اسمه طب مين اللي بتقسم يا أحمد العشر جنيه طب على كم نفر على أربع أفراد فما نصيب كل فرض بدام شفت كلمة تقسيم يبقى مسألة اسمه بدام شفت كلمة بالتساوي يبقى مسألة اسمه بدام بيسأل على المفرد يبقى مسألة اسمه شفت مستر حامد جابلك من السطر ده تلت دلائل إنها اسمه تقسيم بالتساوي بيسأل عن نفر الواحد يبقى مسألة اسمه طب أجيب العنوان إزاي ما المستر معلمك نشتب ما أداة السؤال والاستفهام وزعل جدا من الولد اللي يقسم على طول يابني دي مسألة نفظية لازم نعمل لها عنوان هنشتب كلمة فما ونكتب العنوان نصيب كل فرض نصيب كل فرض مين اللي هيتقسم العشرة هتتقسم على مين على أربع أفراد طب استنى يا مستر العشرة على الأربعة نعملها بسط ومقام كده علشان تبقى سهلة الاسمه أوكي ما هي عالة دي هي شرطة الكسر العشرة كأنها كام تسعة لا تمانية آه تمانية على الأربعة فيها اللي اتنين وقللنا اتنين والمقام زي ما هو أمشي لا ما تمشيش دي ودي أعداد زوجية نسيب اللي اتنين هي على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين خلصت المسألة طب عايز اكتب التمييز انزل هنا وقل له الإجابة تنين ونص والتمييز بالجنيه قالي الأولى اشترى نبيل ستة أقلام يبقى دي ايه كمية وكلهم بكم بواحد وعشرين جنيه الست أقلام سوا طب عايز ايه فما سامان القلم الواحد مستر حمد كان دايما يقول لو سأل على المفرد اسمه يا حبيب قلبي فما تماني القلم فما تماني التشيرت فما تماني المقلمة بدان بيسأل على المفرد وكان عطيلك كميات يبقى مسألة اسمه يا حبيبي هنشتب كلمة ما ونكتب العنوان سمن القلم الواحد بيساوي نعملها ازاي نقسم كم على كم المبلغ اللي بتقسم الواحد وعشرين على كم على الستة طب ما تيجي نعملها شرط الكسر يا مستر احلى اوكي هي هيها الواحد وعشرين على الستة ما تقبلش طب قلل تسعتاشر لا تمنتشر آه تمنتشر على الستة يا يوسف فالتلاتة طب قللنا تلاتة والمقام زي ما هو خلصت ولا لسه لسه لان التلاتة والستة يقبلوا على التلاتة نسيب الصحيح زي ما هو على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الاتنين كده خلصت المسألة طب عايزة اكتب التمييز تعال هنا واكتب له ان الاجابة تلاتة ونص والتمييز بالجنيه لاني ده ثمن اتنين تانين قسمت دعاء بنت جميلة اسمها دعاء قسمت التسع ساعات في مذكرة خمس مواد دراسية تاني يا مستر تاني تاني قسمت يبقى اسمه طب مين اللي تقسم التسع ساعات على الخمس مواد بالتساوي فما عدد ساعات كل مدة الولد في الامتحان مش عارف يا جمع ولا طرح ولا ضرب ولا اسم اقول له تزعلني ليه قسمت يبقى اسمه بالتساوي يبقى اسمه سأل على المدة الوحدة المفردة يبقى اسمه هنشتب كلمة ما ونكتب عدد الساعات بتاعة المذكرة طب هقسم مين اقول له الشيء اللي بتوزع مين الشيء اللي بتوزع التسع ساعات على الخمس مواد طب ما تيجي نعملها كده احلى اوكي اللي ريحك اوكي التسعة فيها كم خمساية وحدة ويتبقى اربعة والمقام زي ما هو يبقى الاجابة النهائية ايه واحد واربعة اخماس طب عايز اكتب تمييز هاتها هنا واكتب التمييز بالساعة علشان العنوان عدد الساعات الرابعة يمتلك محل بيع الظهور اتناشر متر من الشرائط لعمل ربطات متساوية لكل باقة من باقة عيد الميلاد اللي بيبلغ عددها تمانية يبقى الكمية كلها اتناشر متر عايز اعمل منهم كم باقة بوكي ثمان بواكي او ثمان بوكيهات جمع بوكي فما عدد امطار الشريط لكل باقة بتزعق لها مستر لاني لكل باقة تخص المفرد يبقى مسألة ايه جماعة مسألة اسمه طب بيقول ما عدد الامطار نشتب ما ونكتب العنوان عدد الامطار يا عبد السطار يبقى عبد السطار هيكتب علي مين عدد الامطار برافو عبد السطار ويروح جهة الشمال وياخد الشيء اللي بتوزع اللي اتنشر بيتقسمه على ثمن بوكيات على ثمن باقات طب عبد السطار مش عجبه دي عايز يعملها بسطه مقام اوكي اللي اتنشر فيها كم تمانيايا واحدة وقللنا اربعة والمقام زي ما هو ولكن فيها اختصار الواحدة هو دي ودي يقبلوا على الاربعة على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها الاتنين يبقى الاجابة واحد ونص وعلشان عدد الامطار يبقى التمييز بالمتر خير مسأل ان يريد محل لبيع الظهور ان يعمل ثلاث باقات شبه بعض متطرقة من الظهور طب المحل مع خمس مجموعات من الظهور يعني مع خمس انواع وعايز يعمل من الخمس انواع ثلاث باقات يعني مثلا ورد اصفر ورد احمر ورد اغضر ورد ابيض ورد بنفس وعايز يشكلهم ويعمل ثلاث باقات ايوة ايوة في انتك يا مستر يبقى احنا كده الخمسة هي اللي هتتقسم على الثلاثة ايوة برافع عليك فما عدد المجموعات لكل باقع بدام لكل باقع يبقى بيسأل على المفرد وبدام بيسأل على المفرد تبقى اسمه هنشطب كلمة فما ونكتب العنوان عدد المجموعات عدد المجموعات نعمل ايه ناخد الشيء اللي بتوزع خمس مجموعات يتقسم على الثلاثة طب ما نعملها بسط ومقام يا مستر اوكي يا سيدي الخمسة فيها كم ثلاثة واحدة وقللنا اتنين والمقام زي ما هو يبقى واحد وتلتين طب واحد وتلتين ايه مستر ما تتعبش نفسك يا حبيبي ده المستر مريحك اخر راحة مش ده عدد المجموعات اه خد يا بابا مفردها واحد وتلتين مجموعة اخر مسألة معانا في الدرس ده يوجد اربع اشجار نخيل خلف مدجر الظهور كم شجرة اربعة ولد المدجر خمستاشر لتر مية طب عايزين تعملوا ايه يا جماعة عايزين نوزع لترات المية على الاربع اشجار كم لترا لكل شجرة بادام لكل شجرة يبقى بيسأل على المفرد يبقى نقسم من على مين الخمستاشر على الاربعة عشان يعني ده كبير على الصغير لا مش كده ده الشيء اللي بتوزع هو ما بيقسمش الاربع شجرات على المية وما اللي بيقسم مين يا مصطفى المية على الشجر اه يبقى الحكاية يا جماعة مش حكاية كبيرة وصغيرة خالص طب نشتب كلمة مين كم وبدام كم لترا يبقى العنوان على دي اللترات ناخد مين الخمستاشر ونقسمها على مين على الاربعة طب اللي نفسه يعملها بسطه ومقامه متعود اقول له اوكي خمستاشر على الاربعة ما بتقبلش اربعتشر لا تلتشر لا اتنشر اه اتنشر على الاربعة فاتلاتة وقللنا تلاتة والمقام زي ما هو يبقى الإجابة تلاتة وتلاتة ربع وبدام العنوان عدد اللترات يبقى التمييز بالليتر بكل اسئلة سلاح التمييز على المسائل الكلامية للإسمة في سطر واحد واجتبنا العنوان والطيئة والنتيجة والتمييز دي شروط المسألة اللفظية يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم بإذن الله اشتركوا في القناة